الأخ يسأل عن معنى مس الحصى وما الذي يدخل في اللغو الذي قاله صلى الله عليه وسلم فقد لغى جاء الحديث بالتمثيل بالحصى ليلحق به غيره فالكلام بلا حاجة من اللغو والاشتغال بالمسبحة من اللغو والحديث مع من بجانبك من اللغو والعبث بالحصى من اللغو وأذية من على يمينك وعلى شمالك من اللغو وضابط اللغو المنهي عنه أن كل شيء يكون في حركة تحول بينك وبين الإنصات للإمام فهذا من اللغو وعلى هذا تمنع الحركة مطلقا يوم الجمعة والإنسان لا يشتغل بغير الاستماع وقد جاء في حديث عمرو شعيب عن أبي عن جده من لغى فلا جمعة له بمعنى تكون له ظهر وهذا صح الأقوال في هذه المسألة لأن بعض الفقه كالله للظاهر قال فلا جمعة له بطلت جمعة ويجب عليه إعادتها وهذا في نظر والصاب أنه لا يعيدها وإنما يفوته أجر الجمعة وتكتب له ظهر ترجمة نانسي قنقر